السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم احباء الصغار دمتم بخير سالمين امين يا رب العالمين النهاردة هنكمل التنوين بتاعنا اللي اخدناه قبل كده نبدأ بداية اليوم نكتب في النشاط الاملائي في الكراسة الصفرة وهنبدأ نكتب في اول جملة هذه مين هنا شاطر يقول لي هذه دي كنا بنقول عليها ايه كنا بنقول عليها ايه دي يا ولاد كنا بنقول عليها اسم اشارة كنا بنقول عليها اسم اشارة احسنتم هذه مدرسة 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 مين شاطر هنا مين اشتر واحد هنا يقول لي مدرسة فيها ايه فيها تنوين بالضم فيها ايه سنة اولى فيها تنوين بالضم مين اشتر هنا مين اشتر يقول لي كمان فيها ايه مدرسة فيها ايه ها تب أخيرها ايه نسهلها أخيرها ايه أخيرها تا مربوطة أخيرها تا مربوطة أحسنتم أحبائي يبقى هذه مدرسة واسعة واسعة ها واسعة فيها ايه مين شاطر مين شاطر آه فيها مدى ألف برافو أحسنت طب مين شاطر ها سمعاكم بتقولوا ايه آخرها تنوين بالضم تنوين بالضم اللي هي ضمتين تنوين بالضم اللي هي ضمتين هيبقى الجملة من أول وجديد هذه مدرسة واسعة أحسنتم أحبائي من أول السطر سطر جديد أنا أقرأ أقرأ كتابا كتابا آخرها إيه سنة أولى تنوين بالفاتح كنا بنسنده بألف أحسنتم كتابا مفيدا مفيدا أقوله الجملتين تاني أحبائي هذه مدرسة واسعة الجملة التانية أنا أقرأ كتابا مفيدا تمام تعالوا معايا يا حبيب النهاردة هنكمل التنوين من أشطر الشطار اللي هيذكرني يعني إيه تنوين يعني إيه تنوين يا سنة أولى ها مين فعلا التنوين كنت بقوله عامل زي إيه أولاد زي الجرز التنوين كان عامل زي إيه أولا سنة أولى زي الجرز الجرز بنرنة يعمل إيه بيعمل سترنة تن 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 صح؟ النهاردة هنكمل يبقى التنوين عبارة عن نون ساكنة مشاكسة طلحق آخر الاسم مطقن لا كتاب من شاطر يقول لي كنا بنقول عليها مشاكسة ليه سنة أولى كنا بنقول عليها مشاكسة ليه عشان أنا بسمعها وبنطقها لكن ما كتبهاش بسمعها وانطقها لكن إيه سنة أولى ما كتبهاش بالتنوين عبارة عن نون ساكنة طلحق آخر الاسم نطقا لا كتاب أحسنتم تب مين يذكرني ويقول لي شروط التنوين ده إيه هو كان ليه شروط آه مين فاكرها ها مين فاكرها احنا قلنا شروط التنوين لازم لازم يا ميس يأتي في الأسماء لازم يأتي فين في الأسماء أحسنتم وإيه كمان يا سنة أولى قال لي يأتي آخر الكلمة فقط يعني ما ينفعش يجي في أول الكلمة لا ما ينفعش طيب إيه كمان قال لي لا يأتي في الكلمة التي تبدأ بألف ولام لا تأتي في الكلمة التي تبدأ بألف ولام يبقى التنوين عبارة عن نون ساكنة مشاكسة طلحق آخر الاسم نطقا لا كتابة نطقا لا كتاب بنطقها واسمعها لكن ما كتبهاش بنطقها بسمعها لكن ما كتبهاش التنوين عبارة عن نون ساكنة مشاكسة طلحق آخر الاسم نطقا لا كتابة طيب 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 نتكلم عن التنوين والعائلة بتاعتها ما احنا كل واحد فينا لعائلة قال لي عائلة التنوين ده عبارة عن ايه قال لي التنوين ده عبارة عن عائلة بتتكون من ثلاث افراد بتتكون من ثلاث افراد هي ايه قال لي التنوين بالفتح والتنوين بالضم والتنوين بالكاسر وهو ده حكاية بتاعي النهاردة طيب التنوين بالفتح كنت بقول عبارة عن فتحيتين التنوين بالفتح عبارة عن فتحيتين والتنوين بالضم والتنوين بالكس كسريتين مين يعرف يقول يا أولاد